ينبغي أن ندرك طبيعة الله طبيعة الله أنه نور لا ظلم فيه البتة وأنه محبة يريد أن يقدم أو قدم هذه المحبة بواسطة ومن خلال شخص المسيح لكن المشكلة الكبرى هي الخطيئة كل واحد ملنا كل واحد إلى طريقه كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا مكتوب ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لا بأعمال في بر عملناه نحن بل بمقتدى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فإذا أحبائي لا أعمال الصلاح ولا أعمال البر ولا حتى أعمال النموس بأعمال النموس لا يتبرر ذي جسد يعني لو أحفظنا كل النموس وعثرنا بواحدة فنحن فاشلون في الكل ومجرمين في الكل كما يقول الكتاب المقدس ولا حتى الذبائح لأن الغرض من الذبيحة هو الإيمان بيسوع المسيح